تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي تفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات بحضور الفريق سام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات وذلك بحضور الفريق سام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات في القوات المسلحة واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تفصيلي من اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مدير إدارة المركبات والذي تناول مشروعات مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات وأوجه التعاون مع الإدارات التخصصية كما تفقد عددا من خطوط الانتاج للمراكز التخصصية داخل المجمع ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة المركبات متنيا على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للعاملين بالمجمع وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة ويعد مجمع الصناعات الهندسية من أهم الصروح التي حرصت القوات المسلحة على دعم قدراتها وإمكاناتها القتالية والفنية وتعمل من خلاله على مواكبة التطور المستمر في مجال الدعم الفني بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها ترجمة نانسي قنقر